في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الاهلي للتنموي نظمت مؤسسة صناع الحياة بمركز شباب رود الفرق فعالية ثقافية تحت عنوان عبر والتي تهدف إلى المساواة ما بين الجنسين والتصدي للعنف تعتبر الفعاليات إحدى مبادرة مشروع جائزة تحفيز المبادرات الشبابية والذي تأتي في إطار برنامج سفير والممولي من الاتحاد الأوروبي والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع المعهد الفرنسية في إطار الدور التوعوي الذي يقوم بالتحالف الوطني للعمل الاهلي للتنموي نظمت مؤسسة صناع الحياة بمركز شباب رود الفرق فعالية ثقافية تحت عنوان عبر والتي تهدف إلى المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف احنا كنا دربنا الشباب الموجودين في منطقة رود الفرق على المساواة بين الجنسين وتوعية بالعنف القائم على النوع المجتمعي واخدنا الفن المسرحي كنموذج نطبق بالموضوع فالنهاردة احنا عندنا عرض مسرحي بناقش قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي الحرية والمساواة بين الجنسين في ممارسة الرياضة البنت لها حق زي الولد في انها تيجي مركز الشباب تمارس الرياضة تقدر تعمل اي حاجة هي حباها العرض بيتكلم عن الفكرة دي النهاردة إن شاء الله إحنا النهاردة موجودين في واحد من مراكز الشباب المشروع سفير بيشتغل فيهم إحنا نشغل في خمس مراكز شباب في النطاق القاهرة الكبرى موجودين النهاردة في مركز شباب روض الفرج عشان نحتفل باختتام إحدى مبادرات اللي أطلقها شباب مشروع سفير مبادرة عبر مبادرة عبر هي مبادرة بتهدف للتوعية عن القضايا المجتمعية من خلال الفن تضمنت الفعالية وعرضاً لمسرحي التقاطع والأحلام والتي تأتي ضمن المبادرات التي تناقش إحدى قضايا العنف القائم على النوع المجتمعي بمثل دور في المسرحية عن الدفاع عن التحرش بدافع عن واحدة بتتعرض يعني للتحرش طبعاً لازم لما نلاقي مشهد لأداف الشارع ندافع عن اللي بيحصل فيه كده لأن أكيد اللي بيتعرض للموضوع ده مش عارف يدافع عن نفسه بعمل دور باتكلم عن الأم الأم فكريتها مش أنه أنه بتوتزع وبتسرخ بتحاول تنحها أو بتحاول تحاول عليها زي ما احنا بنقول أب أو أم أن احنا خايفين على أولادنا تعتبر الفعاليات إحدى مبادرة مشروع جائزة تحفيز مبادرة الشبابية والتي تأتي في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبية والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صنع الحياة بالتعاون مع المعهد الفرنسي محمد الخطيب التلفزيون المصري